شاركتي بمسلسل صرخة روح اللي اتعرض لنقد كتير كبير لجهة الجرأة بالطرح والمشاهد برأيك قدي اليوم للدراما قدرت تتقارب الهم السوري والواقع السوري قدي عم من بعد واللي عن جد هدول القصص هي واقع سوري يعني في عنا الموضوع واقع سوري شو علي هالخيانات هدول المشاهد بس يعني شوف نحن ما بنقدر نقبلها لانه هاي نعتبر انه نحن مجتمعنا في قوقع ما بيقبل يظهر بهاي الصورة بس هاد الشي اللي صار هاد الشي اللي عمي هاي الحياة يعني كلها عم تتغير يعني هلأ كنا من اربعين سنة غير اللا هلأ غير شي هلأ مثلا كان انا بعرف ان الولد ما بيشرب قدام ابو امه سيجارة هلأ القرقين بتفوت على المحل بتلاقي الوحدة حاطة خمس بنات وعم يشربوا قرقين لا بتدخني ولا بتقرق لي حضرتك لا انا ممنوع القرقين انا حتى الدخان ما طلت بشكل في حد تسألني قال لي شو صر حفاظة على صحتها يعني ما شاء الله لهلأ مقوية وين ضلوا يقولوا صحتها لحتى صفيت عكازة بس حمد الله حمد الله الله بيحبني اذا الله راد انا بطلب منه شغلي وعده لا يبركني ولا يخليني مد ايدي اخذ لأنتي من حدا بس وإلا ما في شي نهائي بحساسي أو بإني بتمنى إلني ما قبرك وما مد ايدي لحدا اللي وطعميني ضلك بكامل صحتك ان شاء الله يا رب وعفيتك ايضا شاركتي بمسلسلات بيئة الشامية مثل خاتون عطر الشام صدر الباز بالإضافة لوردة الشامية بتقولي انه المشاهدين اصابوا الملل من تكرار مواضيع البيئة الشامية طبعا لانه قوات عمي شوهوا شوهوا البيئة الشامية في بعض الأعمال ايه شوهوا مثل في مرد يسكر أعمال باب الحارة ما ما لا تسكر اندعيتي لباب الحارة لا لا لو دعوك كنت قبلت ما بعرف لا ما فيني قل لك حضرتك نيربيتي ببيئة الشامية طبعا ادي اللي عمين طرح كبيئة الشامية بيشبه بيئةنا ما بيشبه اوه في كتير اه اشوف مبالغة بشوف مبالغة بكتير شغلات هلا نحنا كبيئة طبعا الحياة كلها تغيرت حبيبي لانه ايام زمان ايام زمان اه المرأة كانت وقت تمشي هي وزوجها بالطريق يكون بيناتهم متر لما يعرفوا هاي مرتب هاي زمان هاي الآجين هادا ما بيعرفها هاي بس هلا تغيرت الحياة يعني هلا البنياء هادا متطور بيتطور الفيسبوك والزمان والتكنولوجيا والأعمار والديانات كلها تغيرت يعني هاي معروفة هذي كل يوم احداهنا بتقدي انتي علقت يعني الحجاب تبعنا لانا ما علقت على الحجاب لأ انا علقت على قلة احترام الحجاب انا بعرف الحجاب لما بقيت حجاب في حجاب كابل اذا يكون لباس احترام للحجاب اما واحدة تتحجاب وتلابسي بانطلون سريتش بده سكة جالة يفوت فيها هذا مو حجاب ما احترامي للكل نحن الراهبات عنا بيفوتوا بيسموهم الحجيات موقت ما بيفوتوا شعرهم ما بتشوفوا هيك نحن عنا بقى انا ما عم بحكي على الحجاب عم بحكي على احترام العجاب وانا عم بحكي صح هلأ كل حدا بيعملك فتاوى يمكن كل واحد بيفتيا من جهة سبحان الله هو ملحق على الصبايا تحق على أمهاته لانه لما بتكون الأم محجبة بالشكل رسمي بيكون في عنده شيء انه تقولنا لابنتا مو هيك هيك انا احترم الحجاب طبعا وبنحترم كل الوجهات النظر كل انسان حر بحاله طبعا اذا البيئة الشامية قللت من مضمون وفحوة القصص اللي اللي عم طلعوا برات الاوبر طلعوا اوبر شوي وحتى كرروا يعني صار في أجزاء اعمال مشابهة لبعض بس عمين طلبوا اليوم السطوء بيقلك بدنا بيئة الشامية انتي بتعارفي انه الموسم الرمضاني الجاي في اكتر من 8-9 مصلصلات عم تتحضر بيئة الشامية قول الله هو اكبر طب في مواضيع بتهم الشأن من طرحة صلنا عشرين سنينة عم نضرحها طيب منرجع من عيدة هاي الفكرة منرجع من عيدة عندك باب الحارة عندك بروكار عندك عطر الشام عندك حارة القبة كله 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 باب حارة يعني متل كأنه باب الحارة كله ايه كله عم يقب من باب الحارة طب ليه طب اولو يعني فيه لسه كتير اشياء تطرح بشكل انه تفيد هذا الجيل هلا اذا بتقوله وين بلد اي قرى بالجزيرة بيقولك ما بعرفه هذا الجيل اللي هلا عم يدروس يمكن تقوله عن رقة في محل اسمه كذا بتعرفه بيقولك وين هاي الرقة هي مهمة الدراما لحتى نوصل هاي القصص طبعا طبعا الدراما هي بتوصل كل شي نحنا وقت كنا نعمل اعمال هاي شي البيئة الاعمال اللي كنا نعملها ونعود فيها ست سبعة شهر نصور خارجي وداخلي كنا نقدم بيئة مزبوطة صح يعني اللي كله كان عم يطرح فكرة من حياتنا من مجتمعنا اليوم الدراما بعيدة عن الهم السوري والواقع السوري طبعا طبعا ما احترامي للكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة